ايات السجود في كتاب الله تبارك وتعالى خمسة عشر آية حصنا جميعا على السجود لله سبحانه وتعالى قال تعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس لكن المشركون أبوا أن يسجدوا لله تبارك وتعالى وإذا قيل لهم سجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أن نسجدوا لما تأمرنا وزادهم نفورا ثم خرج الشيعة مقتدنة بهؤلاء المشركين زاعمين أننا لا بد أن نسجد لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أن هذه الشمس والنجوم والجبال هذه تسجد للآئمة القرآن يخبر أنها تسجد لله وهم يقولون أن النجوم والكواكب وهذه المخلوقات تسجد لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنهم قالوا أن الشمس والقمر أقل من نعل الإمام والكواكب والنجوم تسجد للإمام يا سماوات شنو قيمته الأمان الأمام الإمام أخوتي الكرام الشمس والقمر شصع نعل الإمام ما تكون النجوم والكواكب تسجد للإمام أخوتي الكرام هي باقية بوجود الإمام الله يخبرنا أن الشمس والقمر والنجوم تسجد لله تبارك وتعالى وهؤلاء يقولون تسجد للإمام عياذا بالله نصدق القرآن أم نصدق علماء الشيعة تخرج أحد علماء الشيعة طالبا من الناس أن يسجدوا لإمامهم المهدي لماذا؟ يقول الملائكة سجدت لآدم فنحن نسجد للإمام عياذا بالله وسجود الملائكة لآدم هو سجود امتثال لأمر الله تبارك وتعالى وسجود عبادة لله تبارك وتعالى وتكريم لآدم عليه السلام هؤلاء يطلبون من عوام الشيعة أن يسجدوا للمهدي يستحي أمام الناس إذا ذكر صاحب العصر وهذا من الجفاء مع الإمام الحج أن يضع يده على رأسه وينحني إجلالا واحتراما له البعض إما يخجل أو يتكبر يستكبر على حجة الله على خليفة الزمان الله يقول لملائكته وهم أشرفوا منا بمليارات المرات يسجدوا لآدم ونحن لا نسجد لمهدينا إن لم نتمكن أن نسجد وهذا مرفوع عننا وإلا الحال الحقيقة إذا أردنا أن نعطي حق الاحترام لإمام الزمان أننا نهوي إذا ذكر ساجدين لله له وليس لله لاحظت عزيز المشاهد يقول لله ثم قال لا للإمام يصحح لا يسجد لله بل يسجد للإمام كما رأيت حتى خرج أحد علماء الشيعة أيضا في إحدى حسينياتهم وقال أننا لابد أن نسجد لفاطمة صلاة عندهم تسمى صلاة الاستغاثة بفاطمة الزهراء وهو أن يصلي الشيعة رقعتين ثم يسجد ويقول في سجوده يا مولاتي يا فاطمة أغثيني مئة مرة إلى أن يصل خمسمائة وعشر مرات يقول يا مولاتي يا فاطمة أغثيني ويسجد على الشق الأيمن والشق الأيسر ويطلب الاستغاثة حتى قال الإبتحي أحد علماء الشيعة أن هذا السجود سجود لفاطمة سبحان الله خلصت ثم تسجد وتقول بسجودك مئة مرة يا فاطمة يا مولاتي يا فاطمة مئة مرة بالسجود تقول يا مولاتي يا فاطمة أغثيني مئة مرة بعدين قم خلي الجانب الأيمن على الأرض توسل بقلبك نفس الشيء مولاتي يا فاطمة مئة مرة أيضا أغثيني ثم بعد ذلك ترجع للسجود مرة أخرى مئة وعشرة تقول مئة وعشر مرات يا فاطمة أغثيني أنتم تقولون يا شيعة أن فاطمة قتلت وعصرت بين الباب والحائط ولم تستطع أن تغيث نفسها فكيف تسجدون وتطلبون منها الاستغاثة؟ أصبح الآن دعاء الله تبارك وتعالى في الصلاة لا يفعل بل يفعل دعاء فاطمة والاستغاثة بفاطمة مع أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي كان معهم في غزوة بدر إذ تستغيثون من بفاطمة؟ إذ تستغيثون بآل البيت؟ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم لماذا تستغيثون بغير الله؟ بعد أن طلبوا الاستغاثة بفاطمة خرج أحد علماء الشيع قال لا لا تسجدوا لفاطمة إذن من؟ لمن نسجد؟ نسجد لله؟ قال لا اسجدوا لنعل فاطمة عياذا بالله مشاهد روحوا اسجدوا على نعل فاطمة وعلى عتبة بفاطمة لتروا خيرات والله من وجه محمد إلى وجه علي إلى وجه صاحب الزمان والأئمة جميعا سيملأكم شرورا السجود لنعل فاطمة ولعتبة فاطمة أصبح السجود لغير الله تبارك وتعالى عقيدة عند الشيعة يسجدون لغير الله تبارك وتعالى ويؤلهون غير الله سبحانه وتعالى ونحن نخاطب عقلاء الشيعة هل تسجدون لله الواحد الأحد أم تسجدون للموتى الذين هم في كبورهم لا ينفعونكم ولا يضرونكم الحكم لك أيها الشيعي العاقل ألا يا شيعة الدنيا في قوذروا أهل العمائم والملالي فهم والله قادة كل شر تسير بكم إلى حد الحذان